أقامت هيئة علماء المسلمين في العراق مجلس عزاء وتأبين للأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي أضوي الأمانة العامة السابق للهيئة وأستاذ الفقه وأصوله الذي وافاه الأجل أول أمس ثلاثاء عن عمر ناهز أربعة وسبعين عاما بعد صراع مع المرض نعزي أنفسنا أولا بوفاة شيخنا وأستاذنا الشيخ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي وهو من رجالات العلم الذين قضوا حياتهم بالعلم وطلب العلم وكما هو معروف ومعروف لدى الجميع أن الموت موت العالم وموت أهل العلم إنما هي مصيبة كبيرة يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واستقبل أعضاء الأمانة العامة ومجلس الشورى والعاملون في أقسام الهيئة في العاصمة الأردنية عمان جمعا كبيرا من أبناء الجالية العراقية والشخصيات العربية من بينهم علماء وأكاديميون ووجهاء وطلبة علم وفدوا جميعا لتقديم واجب العزاء نتقدم إلى إخواننا علماء العراق وإلى شعب العراق وإلى هذه الأمة الإسلامية وإلى علماء المسلمين في كل مكان ببالغ العزاء بوفاة شيخنا وحبيبنا الدكتور عبد المنعم الهيتي رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي لم يكن خاصا بأهل العراق وحدهم بل هو حالة من حالة العموم فضله عم العراق وغير العراق واستعرض ضيوف المعزون جانبا من مناقب الشيخ الفقيد مستذكرين علمه وعمله وتواضعه فضلا عن تسجيل شهادات بحقه ولا سيما ما عرف به من همة عالية وغيرة كبيرة على الدين وشعائره والشريعة وعلومها والحرص على التواصل مع الناس وحل مشكلاتهم فضلا عن قيامه بواجب الفتوى الشرعية فقدنا في هيئة علماء المسلمين وفي العراق عالما عاملا بعلمه وفقيها ومفتيا بذل الكثير من جهده ووقته وعلمه في سبيل حل مشاكل الناس والتواصل معهم وإيصال العلم النافع والصحيح لهم لقد كان الدكتور عبد المنعم الهيتي قيمة علمية ومنارة فقهية قل ما تتكرر الرجل كان خفيا لا يعرفه كثيرون ولكن كان علمه وتدريسه وكتاباته وإشرافه على الطلبة من العلامات المضيئة في تاريخي بل أستطيع أن أقول أن الدكتور عبد المنعم الهيتي قضى غالب وقته وجهده العلمي في إفادة طلبة العلم حتى انشغل عن نفسه وعن التأليف وعن البحث بالصورة التي كنا نتمنىها ولكن جهده على الأرض في الطلبة الذين خرجهمهم بالمئات يدل على متانة علمه ويدل على صدقه ونحسبه على ذلك مضى إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة ويعقبنا خيرا فيه ترك الشيخ الفقيد رحمه الله إسهامات علمية مهمة حيث درس خلال سنوات عطائه العلمي مواد العلوم الشرعية من بينها التلاوة والتجويد وفقه الحديث والأحوال الشخصية إلى جانب الفقه المقارن وأصول الفقه وأحكام الميراث ثم درس سنوات طويلة في الدراسات العليا في الجامعات والكليات العراقية وأشرف وناقش مئات الرسائل والبحوث العلمية في مجال تخصصه